ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة الشبوى في اجتماعه الدوري الذي عقل برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدالربوهشلة وحضور بكلاء المحافظة ناصر القميشي وسالم الأحمدي وسالم النسي ومحمد الفاطمي ناقش عدد من التقارير عن أداء ونشاط مكتبي الشباب والرياضة والنقل وفرع الهيئة العامة للمسائل السمكية وفرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة خلال الفترة المتصرمة من العام الجاري عشرين ثلاثة وعشرين وخلال الاشتماع أشهد المكتب التنفيذي بالجهود والنشاطات التي شهدتها تلك الوحدات الإدارية خلال الفترة الماضية من العام الجاري مؤكدا على ضرورة دعم ومساعدة هذه المرافق حتى تتمكن من تدليل ومعالجة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها ونشاطها كما تم مناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ الإجراءات والتدابر اللازمة بشأنها اشتركوا في القناة